دعا قائد العمليات الأمريكية في الشرق الأوسط جنرال مايكل كوريلا إلى إعادة الأجانب من مخيم الهول السوري إلى بلدانهم من أجل إعادة دمجهم وتأهلهم موضحا أن 50% من سكان المخيم يؤمنون بإديولوجية تنظيم داعش والنصف الباقي ليس لديهم مكانا آخر للعيش ويرغبون العودة إلى أوطانهم وأوضح كوريلا أن عدد سكان المخيم الحالي يبلغ حوالي 54 ألفا نصفهم من العراقيين مقابل 18 ألف سوري و8500 أجنبي مستبعدا أي حل عسكري لهذا الملفة فيما كشفت مصادر الأسايش داخل المخيم عن تحرير امرأة إيزيدية كان عناصر التنظيم يهددونها عدم الافصاح عن ذلك والبقاء ضمن أسارهم في المخيم وشيرة إلى وجود مئتي أمرأة وطفل من الكرد الإيزيديين في المخيم وأشار الجنرال إلى تعاون مباشر مع الحكومة العراقية لتسريع إعادة المعتقلين العراقيين ومسلحي داعش الإرهابي من سكان المخيم إلى العراق بينما ترفض غالبية الدول عودة مواطنيها الإرهابيين رغم الظروف الكارثية في الهول السوري عسب وصف المنظمات الدولية